بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى البابا التواضر الثاني بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في نص البرقية يسرني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أبعث إلى قدستكم وإلى جميع إخواننا الأقباط بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بعيد سعيد وأن يعيده عليكم بكل الخير والسعادة وأغتنم هذه المناسبة الطيبة لكي أشيد بقوة التلاحم وترابط بين أبناء مصر مسلمين وأقباط في مسيرتنا نحو المستقبل المنشود لهذا الوطن العزيز فمصر هي مهد للرسالات السماوية هو ما كان وسيظل مصدر الإعزاز لهذا البلد العظيم ومصدر التكاتف والتضامن بين أبنائها على مر التاريخ وأضاف الرئيس السيسي أن رسالتنا لأجيالنا الحالية والقادمة أن وحدتنا الوطنية هي ركيزاتنا الرئيسية للتنمية والتقدم وأن تماسك النسيج الوطني لهذا الشعب العظيم هو درعه الحامي وحصنه المنيع للحفاظ على مقدراته فالوطن في حاجة إلى تضافر جهود جميع أبنائه وهو يعبر مرحلة التطوير والبناء من أجل مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع المصريين